اول حاجة كده هو تجيبنا البيض متاعنا وبعد كده بدأنا نحط عندنا المية سخنة وحطينا شوية ملح وشوية خلص غيرين وده بيساعد على التقشير بسرعة وبدأنا نحط عندنا البيض يتسلق معي في مية سخنة تمام؟ طيب بعد كده انا بحط البيض على طول في مية سخنة بعمل حاجة لازم اعملها كده اللي انا بجيب عندي معلقة وبحرك عندي البيض بالشكل ده يعني بالزبط هي خمس ثواني اول ما بضيف عندي البيض وده الحركة دي تتعمل عشان ساعات بنلاقي الجزء متاع الصفار متاخد كده في حتة الواحدة وارهالك زي دي كده بالزبط تلاقي بقى هنا والبيض هنا تمام؟ فانا لما بجيقلب بص ديات الصفار هي تلاقي في جنب الواحدة فعشان يطلع كلها مظبوطة والصفار دي تبقى وجوه البيض البيض نفسه فبديها التقليبها ديات اول ما بنزلها المية السخنة تضمن اللي ما بتحصلهاش كده ابدا طيب بعد بالزبط 10 دقايق ولا حاجة بنبدأ اللي احنا نشيلها ونقشرها عريق جدا هنا زيت سخن ضيفينه حطينه هنا عشان هننزل فيه البيض الاسكوتلندي اللي احنا نعمله باللحمة المفرومة طيب عبارة عن ايه بقى؟ بجيب عندي البيض المسلوق قدام حضراتكم نسالي اربعة وعندنا ربع كيلو مسلا من اللحمة المفرومة بصل ممشور عندي كسبرة مفرومة وبعد كده عندي شوية من البهارات قدام حضراتك اهيت وعندنا شوية من البابريكا وشوية ملح وشوية فلفل فاول حاجة بنبدأ اللي احنا نعمل فيه ايه؟ اقوم باخد عندي اللحمة المفرومة اللي عندنا بسم الله الرحمن الرحيم واللحمة طبعا اللي ما بتبقى مسماقة بتبقى اه احنا بكتير جدا وبعد كده بقوم باخد عندي يعني ايه؟ وانا ما اصارش البصل قوي يعني فاهم ازاي؟ حاجات بسيطة كده عشان الميا دي ات ممكن تفكلي معايا الكفتة اللي انا هعملها وبعد كده نقوم حطينا عندنا شوية من الكسبرة الخضرة سبعة بهارات وبعد كده عندنا شوية من الفلفل الاسمر بعد كده عندنا الملح بعد كده بنبدأ ناخد عندنا خلطة دي مع بعضها ونبدأ اللي احنا نسمغها كواس جدا عشان هنبدأ نلفها فين على البيت متاعنا ناس ساعة بتحط جبن يعني جبنة شيدر اللي هي الشرايح اللي احنا بنعمل بها البرجر تمام؟ تاخدها وتلفها على الجبنة لو عندنا شرحتيين يا شباب ممكن نجيبهم بس نوري الفكرة دي لو حابب حد عايز يعملها جبنا شيدر شرايح بيرجر لو موجود موجود مش موجود خلاص شرحتيين اتنين بتتلفى مسلا شرايحة بتتلفى على البيت كويس جدا وتتسمغ وبعد كده بتخش التلاجة شوية وتطلع تبقى حلوة قوي 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 بعد كده بتلفى عليها اللحمة اللحمة اللي ما بتبقى بسمغة بتساعدني اللي هي تبقى حاجة كويسة جدا اهي تمام اهي طيب بعد كده بنبدأ اللي احنا نعمل ايه بناخد عندنا البيت واللمن حوالي يجي ثلاث بدوت قدام حضرتك كده ربع كباية من اللبن ونحط عندي عليهم شوية من الملح سنة تلفل بسيطة وبعد كان ام قلبين دول مع بعضهم بعد كده بجيب عندي الاتنين ونبدأ ان احنا نحط عليهم من دقيق وهنا البقسمات كده الدنيا جهزة معي اول حاجة بنبدأ تمام ابدأ اجيب ايه اجيب عندي اللحمة بعد ما تسمغت كويس جدا بايداية كده نبدأ نعمل فتحة متاعتها كده بعمل قلبة شامية بالزبط بالشكل اللي حضراتك كده شايفينه وما تحاولش ايه يعني تتخاني قوي السمك متاع اللحمة عشان اضمن التسوية متاعتها طرق مصبوطة لما تنزل فين الزيت والبيد نفسه مبقاش كبير حاول تجيب البيد اللي هو الصغير افضل اهو حط كده دي ايه دي بالشكل اللي قدام حضراتك ده ونسمغها بقى كويس جدا ونقفلها ونعملها على شكل بيضاء وعلى شكل البيد بالزبط عشان تبقى مصبوطة معايا زبطة في التمام ايه دي قدام حضراتك اهيه مصباش هتجيبنا اهيه هادي تجيبنا ايه الشرايح ونسيبها تتسمغ شوية كده اهي ونقفلها كويس جدا ونسيبها ايه تتسمغ كويس لو عايزة دخلات فريزة شوية شد شوية وبعد كده نبدأ اللي احنا ايه نحط عليها اللحوة المفروم تعالوا نكمل العادية الاول نبص يا ساعة تلباشها اهو يا جيمي نفتح 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 ونفتح زي ما قدام حضراتك كده بالشكل لو حضراتك كده شايفينه بعد كده نبدأ نحط عندنا البيضة اهو بصوا بضغط من تحت كده الفوق بضغط من تحت الفوق لحد ما قفل عليها من فوق بصوا قدام حضراتك اهيت اهي انا جبنا افضل بصراحة يا جيمي اللي انا احطاه هنا في اللحم افضل من البيض كده اهي شايفة ازاي يعني حطتها جوة اللحمة نفسها وبعد كده قوم واخد عندي البيضة هنا اهيت بقوم حطينا هنا ايوة احلى ما اللفاء على البيض وبعد كده اطلع 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 لحد ما قفل الجزء الفوق واخدها هقوم حطا في الفريزر حوالي جي ايه خمس دقيق كده ولا عشر دقيق تشد معي عشان هنبدأ نبطانها بالدقيق والبيض واللبن والبقسمات وبعد كده احنا عملنا التلاتة قدام حضراتك هما يا جماعة اللي احنا عملناهم بانيه وعطناه عليهم البقسمات الفكرة انت بتجيب اول حاجة بنحط هنا في الدقيق تمام ونقوم شاينين الديق الزيادة ده مهم جدا وبعد كده نقوم داخلين عندنا البيض واللبن وبعد كده نقوم حطين فين في البقسمات بس كده نعمل ايه بقى دلوقتي بقى بنقوم واخدين عندنا جايبين عندنا زيت يكون سخنة بالأخبار هاي بلاقي الزيت بتاعي سخنة كده قاوي كده تفاهم ازاي حاصلوها ايه ينزل آه تمام جدا ينزل عندنا بالبيض الاسكوتلندي قدام حضراتك اهو قلب يا باشا قلب يوبك بس تاخد النوم الدهب يبص الجبنة بدأت ايه من الجنبها هي تطلع عشان ايه التسوية تبقى مظبوطة جدا ايه عندنا بيض الاسكوتلندي ما شاء الله اهو احطها هيني على منشف مطبخ نقم منشف مطبخ الاول وبعد ما يطلع يا باشا بص الجبنة ما شاء الله طالعها عاملة ازاي اللحنة مستوية تماما فكرة بس انت حضرتك لو انت حطيها في الفريزر يكون افضل تشمعيها اقل من مش اقل من نص ساعة وبعد كده تبدأ انت تحط عليها البنين بتاعها فنظم اللي هي ما تذكحش خالص تطلع مظبوطة ان شاء الله